كل الناس عايزة تشوف برضو الشناوي وهو بيلعب عايزة تشوف هاني أو كمان يعني برضو ممكن يكون بيلعب عمر كمال في دماغه حاجة خلال الفترة اللي جاية أحمد فتوح ولا محمد حمدي حجازي ولا ياسر في وسط الملعب حمدي ولا نني ولا أمام ولا زيزو ولا جهزية معظم اللعبين قولي الثلاثة الأمامي ماشي يعني متفقق يعني ببنسبة كبيرة جدا خلاص يعني لكن جهزية عدد كبير من لعبين يا سلام وأنت طبعا واحد من نجوم مصر وعارف ده كويس قوي بتسبب مشكلة وامتيازات كتيرة جدا للمدرب يعني لما يكون عندي فريق 11 لعب وعندي كمان 6-7 لعبين جاهزين بنفس الإمكانات ونفس القوة أعتقد أنه دي بتبقى امتيازات كبيرة جدا للمدير الفني هو مقتنع بعدد كبير من لعبين ودليل كبير جدا أنك هتلاقي في مباراة كتيرة مستر فيتوريا في 13 مباراة اللي لعبها خط بأكتر من تشكيل يعني في الخط الأمامي وحتى في خط الوسط أعتقد أن فيه تغييرات كتيرة حصلت ومحسناش بشكل كبير أو باختلاف كبير لإمكانيات كتير في اللاعباتنا الحمد لله متوفرة بشكل كبير الخط الأمامي زي ما قلت صلاح وتريزيجيه عندك مرموش وعندك زيزو وعندك صلاح ومصطفى فتحي مصطفى محمد ودخل كهرباء النهاردة مع كوكا أعتقد فيه وفرة كبيرة من اللاعبين الجاهزين دي بتدي امتيازات كبيرة جدا للمدرب طبعا فيه أساسيين وفيه دكة بودلاء لكن أعتقد بشكل كبير مستر فيتوريا مستقر على 11 اللي هيخوده المباراة كل ما بتخد مباريات في البطولة بتدي لك مساحة إنك تعمل تغييرات كتيرة وروتيشن كبير إمكانيات الفروق أولية لأسلين يعني النهاردة مثلا يبقى عندي عمر كمال ومحمد هيني أنا عندي عمر كمال في الناحية الهجومية أفضل شوية محمد هيني لما يكون عندي نواحي خططية دفعية شوية لا محمد هيني أفضل بكتير وبالتالي عندي الفروق والإمكانيات دي أو فروق في الإمكانيات دي بتديني امتيازات كبيرة جدا طبعا حسب كل المباراة وده بيدي امتيازات كبيرة جدا لفيتوريا في البطولة دي كل ما هتخد مباراة أعتقد يعني مباراة غانا غير مباراة موزنبيخ غير مباراة الرأس الأخضر غير لما إن شاء الله نتخطى دور المجمعات وتبتيت تدخل في دور الستاشر هتقابل منتخبات أكبر وبالتالي حيكون عندك جهزية أفضل للعبين إن شاء الله يكون امتيازاتهم موجودة أو إمكانياتهم أكبر تخلنا فنيا أكتر في المباراة بتشوف طريقة اللعب اللعب بيها فيتوريا النهاردة هل من الممكن أن يتم تطبيقها في المباراة القادمة هل النهاردة يعني بيقول للناس العصفورة يعني بيعمل ايه؟ يعني سبتة يعني هو بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة فيه امتيازات كتيرة جدا لخط وسط منتخب مصر ميستر فيتوريا مديها للنني ومروان عطية في الزيادات وحمد فتحي تحديدا حرية كبيرة جدا جدا في التحرك في الخط الأمامي اللي مركزية اللي موجودة لصلاح وتريزيجي ومصفة محمد أحيانا بتشوف المهاجم الوهمي وتشوف صلاح بيروحنا يعني فيه حرية كبيرة جدا جدا للخط الهجومي مع منتخب مصر ودي بتدي امتيازات كبيرة جدا لمنتخب مصر في الخط الهجومي بدليل أن احنا أحرزنا عدد كبير جدا من الأهداف ودخل مرمونا عدد قليل يعني أحرزنا 31 هدف اعتقد في 13 مباراة ودخل مرمونا 6 أهداف والنهاردة 33 هدف وبالتالي انت عندك خط هجومي مرعب أنا شايفه من ورجة نظري في أمم أفريقيا من أفضل خطوط الهجومية اللي موجودة في أمم أفريقيا لمنتخب مصر طبعا شايف أنه ميستر فيتوريا عنده الحياة حرية كبيرة جدا جدا في الاختيارات لأني شايف أنه فيه في المنتخب مصر وفرة من اللاعبين عندهم إمكانيات كبيرة ومتقاربة التشكيل أعتقد أنه مخرجش كتير عن الطبيعي في خط الوسط فيه إمام عشور فيه زيزو فيه حمد فتحي أنني عندك اختلاف الإمكانيات وكل واحد يديك صحة طبعا بتديلك امتيازات كبيرة جدا في مباريات مختلفة لأن دور المجموعات أنت كلما بتدخل في بطولة إسلام وأنت أكيد عارف ده كويس جدا كلما بتدخل في البطولة المباراة بتبقى أصعب وبالتالي بيحصل لك جهازية أكبر والحمد لله منتخب مصر دايما في البطولات المجمعة بيكون عنده تركيز شديد جدا جدا كلما بتدخل وتخوط في مباراة أكتر في البطولة